مجز لأهم الأنباء أهلا بكم بداية قالت هيئة دفاعا معتقل الرأي أن فريقا من المحامين تنقل الأسبوع الماضي إلى سجن الحراش أين عالموا باستعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إدراب عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة الماضي وأوضحت الهيئة في بيان ردت فيه على تكذيب النيابة أن البعض من المعتقلين شرعوا في الإدراب عن الطعام قبل يوم الجمعة وقدموا التصريح المكتوب لإختار إدارة السجن غير أن الإدارة امتنعت عن تسلم التصريحات وأصرت على رفضها لأيام وأفاد البيان أن بعض السجناء واصلوا الإدراب رغم امتناع الإدارة من تسلم التصريح وما زالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان وعند زيارة هيئة الدفاع أمس الأحد لبعض السجناء علمت منهم أن إدارة السجن تسلمت بعض التصريحات بالإدراب بينما ما زالت كثير من التصريحات معلقة وأضف البيان أن التكذيب الذي جاءت به النيابة في بيانها إما أنه بني على مغالطات أم أنه تجاهل ذكرى كل الحقيقة معتبرا تهديد النيابة بالمتابعة شكل من أشكال الضغوط المنبوذة دستوريا وقانونيا وبعيدة كل البعد على دولة الحق والقانون يواجه الزميل للصحف عبد الكريم صغيلش ثلاثة تهم من بينها تهم جنايات وهي الإشادة بالأعمال الإرهابية طبقا للمدة 87 مكرر 12 واستخدام تكنولوجيات الإعلام لنشر أفكار إرهابية طبقا للمدة 87 مكرر 4 وعرضي على الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية طبقا للمدة 96 من قانون العقوبات للإشارة أودعى عبد الكريم صغيلش الحبس المؤقت بقسنطينة يوم 24 جنفي الجاري بأمر من وكيل الجمهورية كل التضامن مع الزميل الصحفي عبد الكريم صغيلش اتهم المبعوث الخاص المكلف في قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية عمار بلاني المغرب بقتل مدنيين خارج الحدود الدولية المعترف بها عفوا باستخدام أسلحة متطورة وقال بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن السلطات المغربية تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي وترتكب اغتيالات خارج القانون وتستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة ننتقل متابعين إلى أخبار مغربنا الكبير وفي ليبيا أقلعت طائرة تقل خمسون برلمانيا ليبيا من مطار طرابلوس إلى طبرق لعقد جلسة لبحث تشكيل حكومة جديدة إضافة إلى ملف إجراء الانتخابات وأفد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب سليمان الفقه أن إذن الإقلاع لم يعطى لطائرة أعضاء النواب التي ستذهب إلى طبرق من مطار معتقا متهما جهات حكومية بمحاولة عرقلة هذه الرحلة في تونس أعلنت سمية الغنوشي ابنة رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي رفع دعوة قضائية ضد البرلمانية سمية عبو عن حزب الطيار الديمقراطي التي تهمتها باستيراد مدة الحليب من بلجيكا مستفيدة من دعم الدولة بعد تدمير منظومة الحليب من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير التجارة في حكومتها على حد قول سمية عبو نختم متابعين بأخبار الرياضة حيث فازت البطالة الجزائرية إيمان خليف بلقب كأس المنتخبات للملاكمة السيدات التي اختمت سهرة أمس الأحد بسربيا وفازت الملاكمة إيمان خليف في النهائي على حساب الملاكمة الروسية بطلة العالم زيليانا إلينيا في المنازلة النهائية فألف مبروك لإيمان وللجزائر بهذا نطبي متابعين هذا الموجز ندعوكم للاشتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ومتابعتنا على قناة اليوتيوب الخاصة بنا غجو أم ومتابعة كل أخبارنا على موقعي radio-m.net ومغرب émergent.net إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة